موسيقى إنا نحن نزلنا الذكرة وإنا له لحافظون طبعا دائما يفسر الذكر على أساس النؤية القرآن القرآن ولي بيخطر في البال إنه طيب كان ممكن إننا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظه فهو لا شك إنه القرآن ذكر هذه مبتوطة لكن وممكن يكون مفهوم الذكر بشمل كل ما نزل كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالرسول صلى الله عليه وسلم رسالته الإسلام قرآن وسنة طب والسنة مش من الذكر هي ليش السنة مش من الذكر إذن إننا نحن نزلنا الذكر مش بالضرورة يكون فقط الكرآن القرآن والسنة وبالنسبة للقرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه والقرآن الكريم على فكرة والدين بشكل عام إله أسماء كثيرة لكن هذه الأسماء حسب إيه من أي جهة ننظر يعني القرآن نور نور من أي جهة لاحظوا وهو هدى وهو ذكر وهو والدين بشكل عام نور وهدى وذكر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره إذن الدين اللي ينزلوا الله سبحانه وتعالى بتم ولا بتمش بتم بتم بس القرآن يعني ولا كمان الوحي اللي هو سنة ولذلك موضوع السنة طبعا في عليها مؤامرة كبيرة مش من اليوم السنة عليها مؤامرة من يعني على فكرة من فجر الإسلام والإسلام يحارب ومع ذلك بيقوى وبيمتد وبينتشر وفرصته في الانتشار في هذا العصر أكبر فرصة في الانتشاره في هذا العصر اللي صار فيه ما يسمى بالعولمة والآن المسلمين أكثر من مليارين على فكرة وبدأ يكون فيهم وعي طالما في وعي معناة قدرتهم على التواصل مع باقي الأمم ونقل الفكرة الإسلامية ومحاججة الناس ولكن التحدي لن ينتهي لكن التحدي لن ينتهي تحدي على فكرة هو اللي بنشطه بعض الدافعية وبسور الأفكار وتفاصيل لذلك دائما الأمم اللي بيصير فيها تحدي بتكون أكثر وعي والأمم اللي ما بيحصل فيها تحدي فكري لعقائدهم بتخمل بصير في خمول لذلك هو ليش بيستخدموهم مع المسلمين القوة والبطش لأنه ما بيقدروا يواجهوا الفكرة وبيعرفوا أنه الفكرة بتقتحن لذلك بيلجأوا للقوة والبطش والتضييق بالرزق وتفاصيل من هذا القبيل لأنه الفكرة ما عم بيقدروا يواجهوها هم ما يقدروا يواجهوا فكرة إسلامية لما كنا متخلفين كيف لما الآن الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام عم بتنهض وانتهى الموضوع حسمت لذلك الآن بتصير المؤامرات على مستوائش بعيد عن الفكرة الآن ما بيعدوش بدهم أفكار ولا بدهم حريات فكر لا بصير أساليب ثانية في مواجهة الإسلام أما هو خلص الآن فرصته الآن الإسلام بيقتحم الإسلام بيقتحم شاء وأمبه أما ما تتوقعوش أنه ما يكونش في مقاومة ما يكونش في تضليل ما يكونش ما يكونش ما يكونش لا هذا طبعا لأن الحق والباطل هذا صراع إلى يوم القيامة هذه سنة الله سنة الله في الأرض فالمؤامرة على السنة قديمة وحديثة قديمة وحديثة وأشكال وألوان في من الناس بيكون عن جهل عن جهل وعدم معرفة في ناس لأ عن سابق إصرار ورغبة في مقاومة هذا الدين بهدم السنة إذا هدمنا السنة انتهى الموضوع شو بقي في الدين أصلا كنكل لك القرآن هو القرآن بتصير في مجال أنت ما تفهم أصلا بصير ويمقضوا على القرآن طب ما هو القرآن اللي قال ما هو القرآن اللي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كل وما الماهاي من إيش حروف اللي بسموها بتعم عموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خلاص وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وعي يوحى فهم اللي برد السنة هم حقيقة برد القرآن بس هذا أول مدخل أول مدخل السنة وهو مقاومة الإسلام على فكرة في يوم الأيام أنتم تذكروا لما انتشرت الأفكار الإلحادية الإلحادية كانت بترفض الدين كله والدين أفيون الشعوب وتفاصيل بعدين هزمت هذه الأفكار والإسلام بيقوى لما بيقوى الإسلام على فكرة في ضمير الجماهير تبدأ ظاهرة النفاق تنتشر ظاهرة النفاق والنفاق كيف؟ الآن بيبدو يتلونه ألوانه أشكال وهذا مفكر إسلامي وهذا كذا وهذا كذا وبيبدو إذن الحرب هي مستمرة بس هذا من قانون الله سبحانه وتعالى لحقوى الباطل وإنه الباطل ممكن يتلون أحيانا وعبر التاريخ الإسلامي يتلون الباطل على فكرة وظهر في صورة فرق فرق مختلفة تتبنى الإسلام وهي حقيقة تتقوض بنيان الإسلام لكن ما بزيد الإسلام إذا بتلاحظوا إلا قوة الفكرة تقوى بتنتشر وبتسيطر نحن عيشنا الظرف اللي كانوا الناس في يشككوا في الدين من أصله وحتى وجود الخالق ونبوة محمد كل هذا الآن صار وراء وراء كله والناس اللي بيقول لها كل يوم بنتشر الإلحاد هذا غير صحيح هذا اللي ما بيعرفوش كيف كانت الناس وكيف أصل الإلحاد لن ينتهي من الأرض أما إن الإلحاد بنتشر الإلحاد يهزم مش بس عند المسلمين ويهزم كمان في الأمم الأخرى الإلحاد في الأمم الأخرى كمان وجوع للدين هذه في الأمم كلها لكن لما بيكون الدين غير قادر على الإقناع الدين هو متناقض وإشي من هون بتيجي فرصة الإسلام لأنه هو الوحيد اللي قادر أنه يقدم الدليل يقدم الدليل الأمم ولذلك بيحاولوا يحاصروا الإسلام بطرق مختلفة مش فكر مش فكر وفي يوم الأيام لما بدوا قصة العولمة العولمة وسائل العولمة الآن في ناس قالوا هذا في النهاية مؤامرة بتكون على الأمم لا ما هوش مؤامرة فأصلا فرصة الإسلام إنه يكون في عولمة فرصة الإسلام يكون في عولمة وعولمة تلاتصال لأنه أنت الأقوى فكريا والمسلم ما عدش ما عدوش المسلمين متخلفين بالعكس الشعوب الإسلامية كشعوب بين هواعي أكثر من الشعوب الغربية وغيرها يعني الشعوب هذيك اللي بتعرف في الميكانيكا وفي الفيزيو وفي كذا وفي تصليح الآلة وفي الطب وكذا مش معناته بفهم مش معناته بفهم لا بيكون مبرمج في هذا الاتجاه موسيقى 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 موسيقى